أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبقال فهم مقموون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذقر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البناغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تأتون لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتنون وما لي أنا عبر الذي فطاري وإليه ترجعون أأتخذ من دوني آلهة إن يرد للرحمن بذر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يوقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون طيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا موازنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خاملون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من عصول إلا كانوا به يستزعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من تمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبط الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا دريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نغرقهم فلا صيخ لهم ولا هم يوقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعي من لو يشاء الله أقعمه إن أنظم إلا في ضلال ممين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت سلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يذعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعكرون هذه جهنم الذي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفوالهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطرسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لرسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره لنكسه في الخق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا دقر وقرآن مبين ليغاذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت سيدنا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وبشارب أفلا يشكرون وانتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الرزام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي أخلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر